موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ مع صحيفة الانديبندنت التي نشرت تحت عنوان معركة لإقامة دولة إسلامية في العراق والسورية جاء فيه شنت الجماعات الإسلامية المتشددة خلال الأيام القليلة الماضية عدة هجمات على المدن العراقية التي كانت تقع سابقا تحت سيطرة حكومة بغداد وذلك في جهود تهدف لإقامة دولة إسلامية في العراق والسورية وتقول الصحيفة أن الهجمات التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش تدل على أن التنظيم أصبح ذا قوة ونفوذ في العراق وسوريا أكثر من تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة باللدن والذي له نفوذ ونشاطات واسعة على مستوى العالم كما تشير الصحيفة إلى أن تنظيم داعش أصبح يسيطر حاليا بشكل واسع على غرب العراق وشرق سوريا كما يتمتع التنظيم بقوة عسكرية تفوق أي تنظيم إرهابي آخر يعمل في المنطقة وتلفت الصحيفة الانتباه إلى أن داعش الذي يقوده أبو بكر البغدادي أو المعروف باسم أبو دعاء أثبت مؤخرا أنه التنظيم الأكثر عنصرية وطائفية والأكثر عنفا مشيرة إلى أن الهجمات والتحركات الأخيرة التي قام بها التنظيم في الأيام الأخيرة في العراق حيث قام داعش بفرض سيطرته على المناطق التي تقطنها أغلبية سنة مثل الموصل والرمادي كما شن عدة هجمات وتفجيرات في المدن التي تقطنها أغلبية شيعية نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الحياة حيث كتب حازم صاغية مقالا بعنوان الكاذب أعلى المراحل الثورية قلفي سبق الوزير وليد المعلم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى ذاك الاستنتاج التاريخي الكبير هذه الانتخابات الرئاسية التي شهدناها هي مقدمة الحل السياسي في سوريا فالمدافع عن ديمقراطية الانتخابات الأخيرة يسعه أن يستشهد بأطنان من الخرافة الفكرية التي تؤكد له أن شهادة إيران في الديمقراطية أهم من شهادة بلد كالسويد لماذا؟ لأن إيران تقف في وجه الاستعمار لما السويد دولة استعمارية في آخر المطاف أوليس السويديون مدعوين للنضال كي يصلوا إلى مرتبة الكورية الشمالية وهم بعد جهد جهيد منهم قد لا يوفقون في بلوغ تلك السوية والحال أن الفضيحة السورية وفضائح الذين باركوها تنبه إلى ضرورة رمي الأفكار التي تشكلت منها منظومة التحرر الوطني في أقرب سلال المهملات فهذه في آخر المطاف لا تعد كونها تجميلا متحذلقا لاستبداد المستبد عبر إزاحة الموضوع المركزي عن حرية والديمقراطية وكرامة الإنسان وتركيزه على سلسلة الهذر والموات الممتدة من الهند الحمر إلى وعد بلفور وليس بلا دلالة هنا أن أحد سادة الكلام النظري المنتفخ المسقل بذاته وبمطولاته أي نايف حواتمي الأمين العام للجبهة الديمقراطية للتحرير فلسطين كان ممن أبرق تأييدا لانتخاب سيادة الرئيس وهذا في عمومه استخدام عريق سبق أن حاول إقناعنا بأن الحزب الذي لم يحقق لا الوحدة ولا الحرية ولا الاشتراكية هو حزب الوحدة والحرية والاشتراكية وأن القائد الذي خسر الجولان هو بطل الجولان وأن النظام الذي فعل ما فعله بالفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين هو نظام الغيرة القومية الناصعة وأن محل بنا في حرب تموز يوليو 2006 هو انتصار إلهي أما اليوم تحديدا فيحتفي بعض أعداء الإمبرياليا بانتصار التفاوض المباشر في جنيف بين إيران والولايات المتحدة ومع تفسخ النظام الذي لن تستطيع أي انتخابات من الصنف الذي رأيناه ترقيع شرعيته تتقدم سوريا محمولة على جناح الأكاذيب إلى الحل السياسي الذي يقيها الموت والدمار هكذا إذن وعلى طاولة واحدة قد يجلس بشار الأسد وحسن عبد العظيم وقدري جميل وربما جلس معهم المرشحان الآخرا الذان نافس الأسد على رئاسته ثم تملأ الأرض قصطا وعدلا بعدما ملئت جورا وظلما وبالطبع فإن المباركة الديمقراطية من إيران وكوريا الشمالية جاهزة سلفا نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة القدس العربي حيث كتب إلياس الخوري مقالا بعنوان طرد الناس من السياسة قال فيه ماذا فعلت قوى القمع المختلفة في مواجهة الربيع العربي في مصر انتهت الجولة الجديدة من الصراع بانتخاب المشير رئيسا للجمهورية وسط مناخ استفتائي لم يستطع السيد حمدين صباحي أن يخترقه الإخوان في السجون والخائفون من الإخوان والمصابون برعب التفكك الذي ضرب سوريا وليبيا ينتخبون الخيار الوحيد المتاح أي الجيش أما في سوريا فالمسألة أكثر تعقيدا الانتخابات لم تكن سوى عرضات مسلحة انتهت بإعلان فوز السلالة الأبدية التي تحكم سوريا منذ عام 1970 انتصر نظام الاستبدادي في الانتخابات لكنه لم ينجح في تسويق نفسه كعامل استقرار يحمي الدولة لأن النظام قضى على الدولة ومزقها في سوريا أثبت الأسد أنه يقود ميليشيا وأنه يحظى بدعم شعبي على الرغم من أنه ليس كبيرا لكن يجب أخذه بجدية والواقع أننا لا نملك معطيات تسمح لنا بدراسة الخريطة الانتخابية السورية نظرا لفقدان الصدقية في التقارير المتاحة لكننا نستطيع الافتراض أن الأسد نجح في تكتيل تحالف من القوى عماده الأساس طائفي ومبرره هو الخوف من حكم أصولي سني تحمل الشعب السوري ما لم يستطع أحد تحمله من أجل حريته لكن الألم وحده لا يصنع السياسة ولا يبني المستقبل وجد الشعب السوري نفسه وهو يخض واحدة من أشرف معارك الحرية بلا قيادة حقيقية كل محاولات بناء قيادة في الخارج نهارت لأن شرطها كان دعما خارجيا مفقودا أما في الداخل فإن وحشية النظام المروعة كانت كفيلة بمنع أي توجه لبناء قيادة شعبية مدنية كما أن انفلات القوى الأصولية حول السياسة إلى مسخرة في أغلبية المناطق المحذرة إننا أمام منعطف طرد الناس من السياسة وهذا يعني استعادة لاستبداد زماما مبادرة وموتى اللغة عبر تحويل القيم إلى مهزلة صنع انتخابات بالانتخاب ودبلج اللغة السياسية كي تعبر عن الخواء والهدف هو فك الصلة بين الناس والسياسة وبين السياسة وصناعة التاريخ وهذا هو لا معنى المعنى الذي يريد الاستبداد أن نصل إلى حضيضه حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا وننتقل إلى صحيفة مليت التركية التي نشرت تحت عنوان السوريون أصبحوا أكثر من سكان كيليس جاء فيه بينما تدخل الأزمة السورية عامها الرابع تجاوز عدد اللاجئين إلى مركز ولاية كيليس عدد سكان المدينة الأصليين وارتفع عدد سكان كيليس من مائة ألف ناسم إلى مائتين وخمسين ألفاً ما أدى إلى زيادة النفوذ الاقتصادي السوري ودفعهم إلى تشكيل مجموعة الشركات هولنديك هي الأولى في كيليس من جهة أهرة زادت أعداد لوحات المحل التجارية باللغة العربية والتي أصبح محل فروج الطيب أشهرها في إشارة إلى اسم رئيس الوزراء رجب طيب أدغن وفي سياق نفسه تقدر المصادر الإعلامية عدد السوريين داخل تركيا بأكثر من مليونين فيما تذكرها المصادر الرسمية بسبعمائة ألف من جهتها تقوم القوات المسلحة التركية بحفر الخناديق ووضع الأسلاك الشائكة وإنشاء الجدران للحد من اللجوء غير القانوني للسوريين ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى موقع سيراج بريس حيث نشر مقالا لأيمن محمد بعنوان على وقع الدف والرقص والدم قبيسية الأسد يدنسنا جامعة بني أمية جاء في سوا نؤيد القاتل أغاني وضرب على الدف أين؟ في مسجد بني أمية الكبير في قلب دمشق سوا ننشد نغني ونرقص على دماء مئة الألاف من السوريين سوا نستغل اسم الله واسم رسول الله محمد وذكره لتأييد بشار الأسد ونظامه أكثر من أربعة ألاف داعية أو قبيسية اجتمعنا في جامع بني أمية للرقص على دماء السوريين والدعوة لانتخاب القاتل وضعات دماء أطفال ونساء ورجال سوريا تحت أقدمهن منير القبيسي وأمير جبريل شقيقة قائد ميليشيا الجبهة الشعبية الفلسطينية القيادة العامة ونائبة وزير الأوقاف سلم عياش ونداء حرم أغاسي وسوسا فلاحة وخديجة الحموي وخلود خادم سروجي وغيرهن الكثيرات اجتمعنا تحت سقف مسجد بني أمية لإعلان تأييدهن لأعداء الله والرسول والإنسانية وفق نشط آدم شقي تقول إحدى القبيسيات المنشقة عن التنظيم تضاربت الآراء والتشعبت واختلف الناس حول اللقاء الذي تم في صحن الأموي مع من يسمين خطأا بداعيات إلى الله وهن يدعون إلى شيء مختلف كما يبدو وتضيف أنا تجنبت التعليق على الحدث والخوض فيه لظني أن الأمر واضح وضوح الشمس والحكم عليه لا يستدعي إعمال فكر ولا مراجعة أحكام فقهية أو آراء علمية وتساءلت كيف نفسر انتشارهن بمدارسهن ومستشفياتهن وصيدلياتهن واجتماعتهن ونشاططهن بأعدادهن الكبيرة الملفتات للنظر وكيف نفسر جولاتهن في أنحاء العالم وسهولة خروجهن ودخولهن إلى سوريا بكل سهولة ويسر في حين أن أمثلنا مبعدات مهمشات خلود خادم سروجي قالت حنى الوقت يا سيادة الرئيس مع أمهات وداعيات أن نبرهن لك يا من أعطيت شعبك حبك وحياتك وعمرك لنبادرك الآن مع الاستحقاق الرئاسي الحب بالحب والوفاء بالوفاء تقول الصحفية ماريا الشامي داعيات دمشق مجد نبشار ونسين دماء الأطفال نسين الكيماوي ونسين الدم والأشلاء في الغططين وتضيف لو كان يعلم الوليد بن عبد الملك أن داعيات التدين سيدنسن مسجده باسم الأسد وعلماء السلطان أمثال أحمد حسون لربما فكر كثيرا قبل أن يبنيه مشاهدنا الكرام نقرأ الآن في جريدة عنب بلدي حيث نشرت مقال الإسماعيل حيدر بعنوان قابلية الاستعمار قلفي في داخل مسجد كبير من مساجد دمشق اصطفت العمامات لتؤدي فرض الطاعة لبشار الأسد بعد كل ما فعل في سوريا وشعبها ليس بعيدا عنه وفي مسجد كبير كذلك اصطفت الحجابة البيضاء والزرقاء والسوداء لتحشد الدعم لبشار الأسد راعي العلمانية والإسلام والفن والدين وكل شيء حتى الغنم أمثالهم بعيدا عن كل هؤلاء وفي بلد آخر نجد صوفي مصر أزهريها وسلفيها اصطفوا جميعا خلف السيسي ليدعمه في حربه على الإرهاب والتي لا تعني إلا مزيدا من المجازر والإبادات الجماعية تشابه مواقف هذه السيارات تجاه سلطة الاستبداد برغم الخلافات الظاهرية بينها والتي شغلت فيها الفضاء العام في العالم العربي والإسلامي بسخافته يؤكد أن المشكلة عابرة للتيارات الفكرية وهي عميقة كاملة هناك في المشترك الثقافي بين كل هذه التيارات الحاكم المتغلب الذي يعتقد أغلبية علماء الأمة بشرعية إمامته بل وذهب الإمام أحمد بن حنبل لتكفير من لا يبايع الحاكم المتغلب والأحاديث الكثيرة التي تساق في معرض الحديث عن قبول الحاكم الظالم ما أقام فيكم الصلاة وأحاديث الفتنة النائمة وغيرها كثير من الأحاديث التي تراكمت في الوعي الديني السني ما كانت لتنتج آثارا غير ما نرى الأزمة عميقة جدا في الفكر الإسلامي تعود إلى اللحظة التي تحول فيها الإسلام من كونه مهيمنا على الدولة ليصبح مؤسسة من مؤسسات الدولة التي كانت سمتها لاستبداد للأسف منذ انتهى عهد الراشدين تلك اللحظة التي اشتعل فيها التاريخ الإسلامي وعمت الصراعة أرجاء الدولة الإسلامية العقل الفقهي السلفي ونعني هنا بالسلفي الاعتماد على السلفي وإراحة العقل وفي ذلك يتشابه الصوفي مع السلفي مع اختلاف سلفي كل منهما تشكل نتيجة تراكم تاريخي لتدخل السلطة السياسية المستبدة في الدين أو بشكل أدق نتيجة تدخل السلطة السياسية في صياغة فهم الدين لم يعد كافيا أن نتهم المشيخ بالنفاق ولا أن نقول ببساطة وتصطيح شديد أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام علينا أن نبحث عن مكمن الخلل في تاريخنا فكما قال مالك بن نبي يوما إن الاستعمار لا يمكن أن يوجد في بلد ما ما لم يكن عند شعبه قابلية للاستعمار كذلك الأمر فإن النفاق هذا والمداهنة مع الظلم والظلم ما كان ليحدث لو لم تكن هناك قابلية لذلك حديث الصحافة مستمر معكم مشاهدنا ونقرأ الآن في موقع كلنا شركة حيث نشر مقالا بعنوان أين فاروق الشرع؟ غلفي رمى إعلامي سوري حجرا في بركة تساؤلات تتعلق بفاروق الشرع الذي لا يزال نظاريا على الأقل نائما لرئيس الجمهورية أين فاروق الشرع؟ لماذا لم يشارك في العرس الوطني؟ لماذا لم نره على قنوات النظام وهو ينتخب السيد الرئيس؟ هل هو مقتول؟ أم هو مغيب؟ هل هو موضوعا تحت الإقامة الجبرية؟ تساؤلات ربما لن نجد لها إجابات شافية حيث يبدو الغموض سيد الموقف فرجل لم يظهر على وسائل الإعلام منذ مدة طويلة موقف فاروق الشرع البعثي المعتق من الثورة لم تتضح معالمه فهو لم يعلن موقفا يحمل الحسم بوقوفه إلى جانب النظام كما أنه لا يستطيع أن يعلن تأييده لمطالب الجماهير فموقف كهذا يكلفه حياته وحياة عائلته وكانت قد سرت شائعات تؤكد انشقاقه عن النظام ووصوله إلى درع مسقط رأسه لكن الشرع ظهر بعد ذلك في وسائل إعلام النظام وهو يستقبل أحد الوفود فاروق الشرع ينتمي إلى الحرس القديم حيث ظل لفترة طويلة وزير خارجية حافظ الأسد ولم يكن على وفاق مع سلفه عبد الحليم خدم الذي أصبح نائب للرئيس وعندما قرر الأخير الخروج من سوريا جلس الشرع محله فبدأت تنحسر عنه الأضواء شيئاً فشيئاً وخاصة بعد أن ترك بشار الأسد سوريا دولة ووطن لأجهزته الأمنية وبعد أن فتح أبوابها للإيرانيين الذين تغلغلوا في كل مفاصل الدولة وبدأوا تنفيذ مخطط المرشد بتشيع بعض الفقراء الذين تضاعفت أعدادهم مع مجيء بشار الأسد إلى السلطة مصادر تؤكد أن الشرع لم ينتهي دوره بعد وأن تسوية ما يجري نسج خيوطها على مهل بين اللاعبين الرئيسيين في العالم قد تعيد الشرع إلى الواجهة مرة أخرى إن لم يكن قد انتحر بست رصاصات في جسده نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت صحيفة العهد مقالا لعمر عبيدة حسن بعنوان من إشكاليات وعوائق التغيير غياب الدراسة والمراجعة قلفي إن الإحساس بإصابات المجتمع الإسلامي ومحاولات التغيير والتجديد وإعادة المعايرة والتصويب بأقدار متفاوتة لم تتوقف لحظة في حياة الأمات المسلمة التي لم تتواطأ على الخطأ والضلالة ولتزال محاولات الإصلاح والتجديد والتغيير مستمرة بأقدار متفاوتة ووسائل متنوعة ولنريد هنا أن نبخس هذه المشاريع التغييرية حقها فهي وإن لم تستطع بشكل عام أن تسترد حقيقة المجتمع الإسلامي الأمثل وتمارس التغيير المطلوب في جميع مجالات الحياة إلا أنها احتفظت بخميرة وقابلية النهوض وضمنت التواصل والظهور بالحق وإدانة الخطأ والباطل وقد تكون المشكلة التي يعاني منها العقل المسلم ومنذ عهد بعيد تتمثل بعدم الجرأة والشجاعة في الإقدام على دراسة حركة التغير والقيام بمراجعة كاملة لأهدافها ووسائلها ومناهجها في التغيير وتقويم ذلك وبيان مواطن القصور وأسباب التقصير أو الخلل الذي حال دون بلوغها المدى المأمول في عملية تغيير المجتمع سواء في ذلك الخلل الذاتي الداخلي أو العامل الخارجي الذي لم يدرس بدقة وموضوعية لتكون تلك الدراسات دليل عمل لحركات الإصلاح والتغيير القادمة على الطريق فتتجنب الخطأ وتختصر الزمن وتفيد من التجربة فتطيف عقولا إلى عقلها وأعمارا إلى عمرها وتجاربا إلى تجربتها لكن المشكلة كل المشكلة قد تكون في الخلط والالتباس بين السب والجلد المنهي عنه شرعا ومن التقويم والمناصحة وتحديد الخطأ المشروع ونقده وإدانته بل المفروض شرعا ممارسته والقيام به لا نحتاج إلى كثير تأمل حتى نبصر أن السائد والطاغي في أدبيات العمل الإسلامي وطروحاته هو عقلية التسويغ والتبرير والتستر وعفاء النفس من المسئولية عن التقصير في المشاريع التغييرية والبحث عن أسبابها ووسائل علاجها والهرب من ذلك إلى إلقاء التبعية على الآخر فإن لم يوجد فالقدر بمفهومنا القاصر جاهز لتحميل التبعة ولابد لنا أن نعترف أن فكرة المراجعة والتقويم والمناصحة والنقد الذاتي وإبرة دور الكسب الذاتي في حصول الإصابات بدأ يشق طريقة ولكن بصعوبة لهذا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة